موسيقى معارك ضارية شهدها ريف محافظة إدلب بين الجيشين الحر والنظامي كفرنبول كانت عنوان تلك المعارك تعدها هذه المدينة الوحيدة الواقعة تحت سيطرة جيش النظام من مدن وبلدات الجبل الزاوية في إدلب لجأ جيش النظامي إلى الطائرات الحربية في قصف المدينة موسيقى تقوم بقصف بلدة الأتاري في ريف حلب لليوم الثالث على التوافق موسيقى نحن الآن في مدينة الأتارب الأتارب المنكوبة كما تشاهدون مباني مدمرة خراب نفايات طبيعة غير قابلة للحياة نهائياً هذه المدينة كانت تحوي ثلاثين ألف مواطن الآن تحوي يعني ما لا يزيد عن ألفين مواطن وهم عبارة عن عناصر من الجيش الحر الذي قام بدحر قوات الأسد من هذه المدينة أتارب دخل الجيش الأسدي إلى مدينة الأتارب في 14 أشبار مع ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وبقي فيها ما يقارب الستة أشهر ومن حوالي أقل من شهر من حوالي 10 أو 15 يوم انسحب منها بعد أن قاومه الجيش الحر بالمرتبة الأولى وبالمرتبة الثانية بعد أن أصبحت خراب غير قابلة الحياة لم يعود له أماكن حتى هو يعيش فيها أو يسكن فيها فات عين الجيش صار يكسروا يقتلوا هالعالم فينا الجيش الحر يجى حرره حرر من الجيش استشهدوا كثير استشهدوا واحد من بلاد عمي استشهدوا كثير من الطائفة من الطائفة غيرها وستشهدوا عالم كثير من عنا من التاري نزحنا وستشهدوا بطلعوا بيتنا كل العالم نزحي الجيش يجى صاعدتنا في هالدبابات صاعدوا علينا وقال الجيش الحر رحمي فجروا بقى المغفر استشهد ابن عمتي هو ابن عمي حديث الأتارب قدمت ما يقارب الـ 75 شهيد بين أطفال ونساء وشهداء من الجيش الحر استشهدوا لي أخ وابن عم وابن خال وابن خالة يعني نحن بالأتارب طائفة صغيرة ولكن قدمنا ما يقارب العشر شهداء الأتارب قامت من بداية السورة ناصرت درعة وحمص والبيضة تحديدا قرية البيضة وما جرى في قرية البيضة تحديدا كانت الأتارب أول من ناصرها وبقوة هذه من جهة من جهة أخرى الأتارب ضمت عدد كبير من الضباط الشرفاء وعناصر الشرطة الذين انشقوا عن الجيش الأسدي لذلك كان قطشهم في هذه المدينة شديد سبا عشرين خمسة الشهر الخامس قامت مجموعات من الجيش الحر من حلب وريفيا وبعض مجموعة إدلب وريفيا بالزحف إلى مدينة الأتارب لتحريرها من عصابات الأسد ولكن الفوج 46 متواجد في قرية أوريم الزغرة بدأ يقصف مدينة الأتارب براجمات الصواريخ براجمات الصواريخ وبدأ يقصفها بالمدفعية السقيلة والهاون وخزائف الدبابات مما أدى إلى انسحابنا من مدينة الأتارب خوفنا عن المدنيين والآمنين فيها السجيش السوري الحر أولاً نحن إمكانياتنا كسلاح إمكانيات بسيطة محدودة بندقية وقازف ورشاش ولكن عقيدة قوية وصلبة هذه العقيدة جعلتنا أن ننتصر على جيش الأسد وسننتصر عليه حتى في القرداحة تعالى مشارجة ترجمة نانسي قنقر